سأمنح صوتي لكامالا لأنها تتمتع بالنزاهة ولأن ترامب محتال أدليت بصوتي لصالحها لأنني أؤيد السيدات وأؤيد التغيير وأؤمن بأنها ستحدث تغييراً رغم اعتقاد البعض بأنها ستعيد ما فعله بايدن عملياً أهم قضية لي كانت قضية بلادي البلد الذي أعيش به وهو ليس البلد الذي ولدت فيه لذا سأدلي بصوتي لأجل أمريكا ولأجل الشخص الوحيد الذي يغلب مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وهو دونالد ترامب وهو من سأمنحه صوتي وهذا كفيل بحل كل المشكلات